فضلا وليس امرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك بالقناة وممكن يجي في او في تي كورس يعني فين بتعمل الشوبينج او التسوق طيب الدرس ده مهم جدا الدرس التسوق اهم شي انت لازم تطع تكون عايف وحافظ اسماء المحلات والحاجات اللي انت بتشتيها من كل محل ده شيء اساسي جدا ودرس ده مهم جدا 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 احنا هنا عاملين تمين على الدرس ده بيقول لك اول حاجة شوازي لابون غيبونس اختار الاجابة الصحيحة شوازي اختار لابون غيبونس الاجابة الصحيحة اول حاجة بيقول لك على بولانجري في البولانجري بيقول لك على بولانجري جاشت ومديني ثلاث اختارات هل انا بشتري بيقول لك على بوشغي احنا قن� البوشغي لو ماحل الاجهعة وشتري طيب طيب أشتري مكتبة العدوات المدرسية أشتري مكتبة العدوات المدرسية طيب يبا هنا ده جزء من السؤال بيقول لك شو زي لا بونس اختار الاجابة الصحيحة طيب نشوف انا اعتقل انتو حلته وسهل جدا طبعا على بولانجرية في المغربس بيقول لي ايه نشوف الاجابات جاشت انا بشتري هل بشتري ام كورواسون يعني كورواسون ولا هل بشتري دولا فياند لحمة ولا بشتري دي ليفع كتب طبعا الاجابة الصحيحة اللي هو ايه على بولانجرية جاشت ام كورواسون طيب ده اتنين بيقول لك على بوشري في محل قزارة جاشت بشتري هل انا بشتري ام بولي فرخة ولا بشتري ام كريون قلم وصص ولا بشتري دي ميديكامون ادوية ايه طبعا الاجابة الصحيحة اننا على بوشري جاشت ام بولي على بوشري جاشت ام بولي طيب على بريري في مكتبة الدولات المدرسية جاشت انا بشتري على باشتري ام كورواسون ولا بشتري دي فروي هل بشتيه 1 كواسون ولا 1 ستيلو ألم جاف ولا دفروي فكهة طبعا الإجابة على لبريري جاشته 1 ستيلو يعني قلمه جاف طيب 4 على فارماسي جاشته فلصة دلية بشتيه هل بشتيه 1 كواسون ولا هل بشتيه دي ميديكامو ولا دي ليفر طبعا الإجابة الصحيحة على فارماسي جاشته طبعا دي ميديكامو طبعا دي ميديكامو طبعا بشتيه أدوية ما بشتيهش كواسون ولا بشتيه دي ليفر كتب طيب نيجي للصفحة اللي وعدي كده 5 بيقولك أو سوپير مارشي جاشته في السوپير مارشي جاشته أنا بشتيه هل بشتيه 1 كواسون ولا بشتيه دي la viande ولا بشتيه دي بونبون طيب 6 او مارشي في السوء جاشته أنا بشتيه هل بشتيه دي فروي ولا دي la viande ولا دي ليفر طيب 6 او كيوسك في الكوشك جاشته أنا بشتيه هل بشتيه دي ماجازين ولا دي la viande ولا دي ليفر طيب 8 بيقولك جو 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 أنا بلعب هل بلعب في ال او سالون دي كوافير ولا بلعب في ال او ريستوران ولا او سكوار طيب 9 جو ريگارد ان فيلم بشاهد فيلم فلم هل بشاهده او سالون دي كوافير ولا او سينما ولا او مارشي بانا مطلوب مني ان انا اختار الاجابة الصحيحة طيب هنشوفي الاجابات هنا 5 بيقولك او سوبر مارشي في السوبر ماركت جاشته بشتيه هل بشتيه هم كوافون كوافون ولا دي la viande لحمة ولا دي بمبون طيب هنشوفي الاجابات او سوبر مارشي جاشته دي بمبون جاشته دي بمبون 6 او مارشي في السوبر مارشت او سيشوفي فاكهه ولا دي la viande لحمة ولا دي ليفر كتب طيب الدم بمبون طيب او مارشة دي فروية دي فروية الي ايه فاكهه 7 او كيوسك او سيشوفي في الكوشت او هل بشتيه دي ماجازين مجلات ولا دي لفعول لحمة ولا دي ليفر كتب طيب الدم ب其實 matitis مجالات مجالات 8. جو جو هل او صالون دي كوافير في محل الحلاقة ولا او ريستوران في المطعم ولا او سكوار ولا في الميدان او الحريقة الصغيرة طبعا الاجابة او سكوار 9. جو ريجارد ان فيلم بقو شاهد فيلم 1. هل او صالون دي كوافير في صالون الحلاقة ولا او سينما ولا او مخشي في السوق طبعا الاجابة الصحيحة جو ريجارد ان فيلم او سينما لكن يمكن يجيب لي مانج معناها اكل طبيعا انا هاكل فين هيبقى او ريستوران يبقى انا ممكن يجيب لي كده اقول لي اي مثل انا بهاكل فين ممكن يقول ليك او صالون دي كوافير او ريستوران ولا او مرشي طبعا ايجابة الصحيحة او ريستوران يبقى هنا مانج يأكل ده فيب مانجي معناها ايه يأكل طيب نجي للسؤال بعد كده هنا بيقول لك غلي غلي يا جماعة معناها وصل غلي معناها ايه وصل السؤال ده على الارقام السؤال ده على ايه الارقام وبيقول لي هنا غلي جيب لك الارقام مكتوبة ويطالب منك ان انت توصلها بالارقام او ايه او لاتري يعني بالحروف يعني بالارقام وازك توصلها بالحروف بتايتها غلي بلي ارقام 10-10-20-22-7-7-9-9-25-25-30-30-40-40-50-50-60-70 نحية التانية كتب لي الارقام بان لاتر ان لاتر بالأحروف المطلوب منك ان ان انت ايه توصل الارقام اللي مكتوبة بالأحرف بتاعتها توصل الارقام المكتوبة بايه الارقام بالاحرف بتاعتها وده تابعين بسيط جدا وسهل جدا وسهل جدا وسهل ايه جدا طبعا ادي اول حاجة هنا 30 نحية الثانية 30 هنا 40 صح 40 هنا 50 هنا 50 هنا اخر حاجة 60 وهي اول حاجة بفوق خالص 60 يبقى يا جماعة الارقام بدي المراجعة للمتحان ببسط جدا 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 لو ذكرت المراجعة دي ان شاء الله ممكن تجي بالدرجة النهائية ان شاء الله ويتمنى تكونوا استفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة